مساء الخير البداية كالعادة اللبنانية حيسكشف رئيس مجلس إدارة شركة الميدل إيست محمد الحوت عن انخفاض الأرباح التشغيلية للشركة 60% بالعام 2011 من 100 مليون دولار ل40 مليون دولار بأتأكد الحوت أن عدد ركاب الشركة للعام الحالي تجاوز المليونين والميدل إيست المملوكي بـ 99% لمصر في لبنانا لها 16 طائرة بتطورة وحديثة وتم توقيع العقد لشراء 10 طائرات جديدة بتم تسليمها بين 2018 وال2021 إلى الملف المصري حيستوقع وزير الميل ممتاز السعيد توقيع الحكومي مذكر تفهم مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار يورو قبل مغادرة فريق الصندوق القاهرة يوم الأربعة وذلك لمساعدتها على خفض عجز الموزني اللي بيبلغ حاليا 11% من نتج المحلي وكانت أعلنت الحكومي نيتها رفع الدعم عن البنزين 95 أكتان اعتبارا من يوم الأربعة أو الخميس ضمن إجراءات التقشف المطلوبة منها للحصول على الدعم الدولي إلى أفغانستان حيث علق الاتحاد الأوروبي 20 مليون يورو من المساعدات المخصصة لإصلاح نظام القضايا الأفغاني وحذر الاتحاد من أن مساهمته ما زلت بتتوقف على مزيد من حسن نية كابل بتطبيق الإصلاحات المتفق عليها وهالمبلغ هو جزء من اتفاق تمويل بـ 160 مليون يورو لمساعدة أفغانستان على تحسين نظام الحوكمي ونظام القضائي وكانت عهد التأجهات المنحة بمؤتمر توكيو بتموز الماضي بتقديم 16 مليار دولار لأفغانستان وحتى 2015 وذلك لتفادي دخول البلاد بفترة اضطرابات مع انسحاب القسم الأكبر من كويت التحالف الدولي لكن طبعا ذلك مقابل تطبيق إصلاحات إلى فرنسا حيث بدأت اليوم بفرنسا وبدأ الأطباء الجرحين بالقطاع الخاص والطلبة بالمستشفيات الفرنسية إضطراب مفتوح احتجاجا على السياسة الحكومية بمجال الصحة بالوقت اللي داعت فيه نقابات وتنصقية الأطباء للاستعداد لتنظيم مزيد من مظاهرات رفضا لقرار الحكومة بتحديد السقف اللي بيتقاضوا من المرضى وذلك اللي يمنع عليهم أنه يجوزوا بتحول واضح للتوزيع خارط الطاقة العالمية توقعت وكالة الطاقة الدولية أنه تتصدر الولايات المتحدة لقحت كأول منتج للنفط بالـ 2020 وأول مصدر إله بالـ 2030 وتوقعت الوكيري أنه يرتفع الطلب العالمي على النفط 14% بحلول 2035 ليبلغ 99.7 مليون برميل يوميا نتيجة الاستهلاك المرتبط بالنقل إلى عالم التكنولوجيا حيث دفعت شركة أبل 21 مليون دولار كتعويض للشركة المشغلة لخطوط السكك الحديدية السويسرية بنهية أيلول الماضي بعد نسخ الشركة الأمريكية تصميم لساعب تملك حقوق ملكيتها الفكرية الشركة السويسرية وكانت ظهرت على أحد أنظمة أبل طبعا باعتراف واضح من الشركة الأمريكية بأنها انتهكت حقوق براءة اختراع للشركة السويسرية أيضا إلى عالم التكنولوجيا حيث كشفت شركة ريسورتش ان موشن الكندية أنها ستطلق نظام التشغيل الجديد بلاك بريتان ب30 كنونة 2013 ومن المعلوم أن الشركة التي عانت من فترة حرجة بالعام الحالي مع تعرضها لضغوط متواصلة وتراجع أسومة ستقوم بإطلاق هاتفين ذكيين بنظام التشغيل الجديد من الأخبار إلى جابة أبو السواتة طبعا بدين برسة بيروت اليوم اللي أنه جلسة على استقرار بظل تبين بأداء أسوم سردرب بحوالي الواحد بالمية تابعهم بالخليج برسة أبو دابي سجلت لهم أكبر مكاسب لإلة يومية وذلك بتسعة الشهر بدعم أساسي من قطاع البنوك طبعا بعدما كانت أعلنت العديد من البنوك بأبو دابي عن نتائج إيجابية للربع التالت بفترة الأخيرة أما معظم المؤشرات فتراجعت بظل عمليات بيع لجاني الأرباح على خلفية ضعف الأفاق العالمية استقرار سلبي بأوروبا للجلسة الرابعة على التوالي مع تأثر المعنويات بالغموضة المتزيد حول أزمة مالية محتملة بالولايات المتحدة وأيضا بانتظار إقرار الشريحة التالية من المساعدات لليونان حيث كان صادق أيضا كان البرلمان باليونان مسا مبارح على ميزانية التقاشف العام 2013 ومنلاحظ الانتظار واضح على المؤشرات اللي عم تستقر على انتهاء الجلسة وأيضا حالة انتظار مسيطرة على وصولة اللي لقيت بعض الدعم من بيانات اقتصادية صينية لكن الحركة خفيفة اليوم بظل أقفل الهيئات والمصالح الحكومية باللولايات المتحدة أبويبا بيوم قدامى المحاربين النظر على ديئة دهاب العام بسجر استقرار بظل استقرار الدولار بشكل عام والأنصة قرب مستويات 1731 دولار أما برانت وفعمل يلقى طعم طبعا مزيد من الدعم من التوترات المستمرة بالشرق الأوسط وأيضا من بيانات كانت أظهرت ارتفاع الطلب الصيني على الخام بشهر أكتوبر 2021 ولكن يسجل استقرار سلبي بظل أيضا المخاوف حول أفاق الاقتصاد العالمي وأضم انتظار ما ستحول إليه طبعا قضية الولايات المتحدة حول الميزانية النظر على ديئة العاملات حيث اليورو اليوم تخلى عن ما كسبه الطفيفة أمام الدولار بعد تأكيد وزير المالية الألماني أنه لا قرار سيصدر حول أموال أنقاذ اليونان باجتماع وزراء ميل منطقة اليورو 217 14 يورو دولار طبعا نتيجة الاجتماع وغيرها من الأخبار برجعب لكم فيها وظهر بكرة دوم بيروت اليوم صبح على خير عوض لكم شكرا موريس